هتفى معانا الواء مهندس حسام الدين وصفة رئيس الهائة العامة للطرق والكباري مساء الخير يا فندم ويعني مفيش خلاف على انه هذا الشريان المروري هو الاهم يعني وكلنا بنتعامل معاك مواطنين عايزة اعرف من حضرتك يعني احنا بنكلم على انه بتصاب فيه صباق مع الزمن للانتهاء من تطويره وصلنا فين في هذا الصباق مساء الخير عليك وعلى سادة المشاهدين يا سيد السورة وطبعا حضرتك عارفة الطريق الدائري ده من يعني من الشرعيين المهمة او في القائرة الكبرى وهو الحقيقة يعني بيضم بيمر على اكبر ثلاث محافظات كسافة سكانية واكبر كسافة مرورية دقريبا على الطريق الدائري هقولك رقم كده صغير يعني اذا كان القطاع مثلا بتاع المريوتية كان الكسافة المرورية اللي عليه بتاعدي المتين وتلاتاشر الف عربية في اليوم فطبعا حجم كسافة مرورية عالي جدا وكان لازم ناخد الاجراء اللي هو بتاع توسيع الطريق ده وزيما حضرتك اشرفت كده هو فيه تحديات كتيرة جدا قبلتنا لكن الحمد لله احنا يعني اتعاملنا معاها احنا واجهزة الدولة بالكامل الحقيقة في تعاون مع بعض على طول مرافق جميع انواع المرافق اللي قبلتنا احنا طبعا بنوسع الطريق بنخليه بيوصل لسبع حرارات واحيانا بيوصل لثمان حرارات في بعض المناطق طبعا قبلتنا اتحادات كتير كنا بنقابلها بقول لحضرتك زي مؤسير المية قطوط الطرب والابصلات والكعربة وضغط عالي كل الكلام ده كنا بنتعامل معاها بشكل يعني حزر كده والحمد لله يعني تغلبنا عليه لحد كبير طب كنتم بتتعاملوا زي مثلا في بعض المناطق يعني اكيد في مناطق كان فيها عمرات موجودة بالقرب من الدائري كنتم بتتعاملوا ازاي مثلا مع هذه المساكن احنا طبعا يعني احنا لما حطنا 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 نزع الملكية او حطنا 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 التوسعة فين واللي مطلوب اللي احنا محتاجين ويهي عشان نوسع الطريق وبدأنا نتعامل مع الناس اللي ساكنها بشكل يعني القاتلين نفسهم اللي سكان بتوع المنطقة بدأنا نديهم حاجة اسمها تعويض اجتماعي بحيث ان نحن عشان قبل ما يطلعوا من مكانهم يكون معهم فلوس بحيث ان هم يقدروا ينقلوا في مكان آخر لغاية ما الهيئة القومية المساحة الهيئة المصرية المساحة تخلص اجراءات نزع الملكية وبعد ذي كده بتحصل كسوية بعد ذي كده في المقابل المادي وبنعمل ازالة للعمارات المتعارضة مع التطوير والتوسع انا هيستمر حضركم ما حدش بيطلع من بيته لو ساكن الا لو معاه مقابل مادي جيد جدا يكفيه ان هو ينتقل ليه مسكن آخر وبشكل جيد طيب ده حاجة طبعا احنا شغالين من سعد الشازلي لغاية الطريز زراعي وشغالين من الاسطرات لغاية المريضية وبرضو من طريز صحراوي لغاية الوحيد ان شاء الله بإذن الله يعني احنا يعني في بعض طبعا نقط حكمة عندنا اللي ازاي تخطأ الاسماعيلية تخطأ الماركو تخطأ الاسطرات تخطأ الاسطرات الحاجات دي حاجات حساسة وبنسبق الزمن وشغالين ليه المهار فيها عشان بس يعني يعني ما نستلش على الناس اكتب من كده ومن التحديات اللي مقابلنا ان احنا بتشتغل والمرور شغال وده في منطقة صعوبة ازاي نقدر نوفق نوفق الصغر وحجم العمل المهول اللي بيزن ده ازاي نقدر نعمله بحيث ما احنا قدر الامكان ما نقصرش على الحركة المرورية طيب يعني عايزة اسأل برضو حضرتك عن الاصلاحات اللي بتتم في بعض الاجزاء من الدائري يعني اسفل بقى محور الدائري بتتعاملوا برضو معاها ازاي يعني بتوصلوا فيها الفين يا فند وصلتوا فيها الفين احنا مخططين ان شاء الله بعد ما هنوسع الدائري هيبقى فيه طريق هيبقى خارج حدود الدائري ازاي طريق خدمة للطريق الدائري هيمر من امام المساكن بحيث عشان المساكن ما تبقاش بتطول على طول على الطريق الدائري لان برضو موضوع الاشغالات وموضوع الهربات بتركن على الدائري هو الدائري مخفوظ مبقاش فيها اشغالات ولا هرابيات ولا حد بيجيها ولا اي حاجة اكيد لكن للأسف يعني ده موجود حاليا والحقيقة بالتنفيق مع جزء الدولة الناس بتتعاون معنا لأفس درجة لكن احنا عايزين الناس باقي نفسها تساعدنا بقى ان شاء الله بإذن الله وبالإضافة لكده احنا بنعيد تأمين كل منازل ومطالع الدائري وين طرق اللي تحتيها في الزون اللي تحتيها بحيث ان احنا ما نأثرش على الصير المرورية اللي هو وده طبعا هيتم طيب مفترض ان الكل ده هيتم الانتهاء منه وامتى يفعل ان شاء الله بإذن الله احنا اللي في ايدينا دلوقتي ان شاء الله بإذن الله الحيثة الحيثات اللي هو التحرك عليها ان شاء الله على شهر الست اللي جاي على ثلاث شهور جايين نكون خلصناهم بخلاف المناطق اللي لسه ما تمش الازالة بتاعتها دي لسه هناخد من ساعة لما نستلمها ان شاء الله هناخد ست شهور كمان لكن كل ما هو تحتي فينا حاليا ان شغالين فيه ان شاء الله بإذن الله ربنا يكرمنا كده ونخلصها في شهر الست بإذن الله ان شاء الله طيب ده برضو علشان الناس تتخيل معنا شهر الست حركت قصد شهر الست اللي هو كمان شهرين مظبوط اه شهرين ثلاثة ان شهرين شهرين شهر ستة كمان شهرين طيب نهاية ستة يعني طيب خليني أسأل حضرتك عن يعني خليني نتخيل مع بعض بعد الانتهاء بقى من هذا التطوير ده هيأثر ازاي على الحركة المرورية هيبقى فيه انسياد مروري رهيب حضرتك شفت القطاع اللي اتطور وبقاله طرق خدمة من الاشترات لغاية طريق لغاية ساعة الشزلة أو لغاية طريق السويس فيه مشكلة مرورية لا بالاضافة لان احنا فيه برضو مخطط ان احنا اولا بدأ شغل هندخله على طريق دايلي بحيس يبقى فيه ضباط مروري على طريق دايلي هيبقى من ضمن الطرق اللي هيطبق فيها نظام الاي تي اس و ده النزام ده هيكون بيعمل اي يا فندم؟ ده نزام بقى عشان السيطرة على المرور والسيطرة على الشرعة والسيطرة على المخلفات واذا كان فيه مشكلة في الطريق يعني هل ده زي مثلا اللي موجودة على المحور محور 26 يوليو؟ هو الموجودة على المحور 26 يوليو جزء منه جزء لكن هي هتبقى منظومة متكاملة هتدي بيانات كاملة عن الطريق للمستخدم بتاع الطريق نعم ده يعني وهيبقى ان شاء الله طريق دايلي من ضمن الطرق اللي بخاطفة انها تطبع عليها نظام الاي تي اس بحيس نعنا يبقى فيه انضباط مروري على الطريق نعم وفيه انضباط مروري جيد على الكل نعم بالنضافة برضو الموضوع الBRT ان شاء الله لما النقل الجماعي اللي هو الBRT التوبيس الترددي احنا مخططين ان شاء الله بإذن الله لان احنا ننقذ المشهودة بالطريق الدائري بس ما هي بابتحالف يعني مع جاعة أخرى نحنا ننقذ التوبيس الترددي على الطريق الدائري بحيس ان احنا نمنع مرور الميكروباس من عليه ويبقى فيه مناطق تجميع او مواقف أسفل الزين نعم عند النقاط الرئيسية مهم جدا فعلا لانه تحديدا فكرة الميكروباسات ووقفها بشكل مفاجئ مثلا على الطريق ده استعد بيعمل ربكة غريبة كبيرة جدا يعني على الطريق بالضبط وفيه مواقف عشوائية للأسف بتتولد على الطريق وما لهاش داعي رغم انه بيبقى المعقف تحت نعم ان شاء الله بإذن الله من ضمن المخطط ان احنا نعمل مشروع الBRT الترددي ده ويبقى ان شاء الله الراكب ياخد الأتوبيس وينزل عند المقاطر الرئيسية ياخد الميكروباسي ووصله من المقاطر اللوحي بشكر حضرتك اللواء مهندس حسام الدين مصطفى رئيس الهائل عمّة للطرق والكباري